يسأل عن الأذكار الثابتة في الركوع عبد الله بارك الله فيك أولا بالنسبة للركوع فيه التعظيم للرب جل وعلا والتقديس والتمجيد له سبحانه وتعالى ولذلك المصلي ماذا يقول في التسبيحات يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ولهذا منع الإنسان من أن يقرأ القرآن في الركوع أو السجود لماذا؟ لأن هذا ما يناسب كلام الله عز وجل كلام الله عز وجل الذي هو القرآن صف من صفاته منزل غير مخلوق من الله بدى وإليه يعود فمقامه في القيام مقامه في القيام نقرأ الفاتح والقرآن ما يناسب أن يقرأ الإنسان شيء من القرآن في الركوع والسجود إلا الأدعية التي جاءت في القرآن بنية الأدعية والأذكار لا بنية قراءة القرآن كأن تقول في السجود ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أو تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنتم من الظالمين أو تقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا مثلا هذا يجوز لماذا؟ لأنك أنت قرأتها بنية الدعاء والأذكار أما أن يقرأ القرآن فالركوع والسجود فهذا مما منعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر الثاني ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في الركوع وفي السجود أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى والتنزيه له جل وعلا الذي هو رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى الدعاء الآخر أخي الفاضل ما جاء عند مسلم من حديث عائش أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن ما معنى يتأول القرآن يعني سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب فكان النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع والسجود يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فلذلك الركوع عظم فيه الرب ومجد فيه الرب سبحانه وتعالى وتأتي بهذا السجود لا السجود في تعظيم مع دعاء بما شئت لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما السجود أما السجود فادعوا فقمل أن يستجاب لكم وقال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد وقد ثبت من أكثر من وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى لوحده يطيل السجود ويدعو فقد جاء في الصحيحة أن عائشة رضي الله عنها تقول فقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فوقعت يدي على قدميه ساجدا يقول اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي وذكرت أيضا في حديث أخرى بعض الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم شكرا